يبدو أن الصراع القائم بين الحكومة والنقابة المستقلة المضربة سيعرف منحاً جديداً بعد تصريحات أحمد أويحيا الأخيرة من ولاية بسكرة والحاملة للتهديد والوعيد ضد المضربين والذي صنفه التكتل النقابي المستقل في خانة التضامن الحكومي حول عدم التحاور مع المضربين من خلال انتهاج سياسة التخويف الرسالة التي فهمناها أن هناك تضامن حكومي حول عدم التحاور مع المضربين أيعقل أن نطلب من المضربين التوقف عن الإضراب من أجل المفاوضة الإضراب وصل إلى مداه لابد للتلميذ أن يدرسوا لابد للأساتذ أن يتفاوض معهم الأطباء المقيمون المضربون منذ أكثر من ثلاثة أشهر رفضوا من جهتهم خطاب أويحيا وعتبروا أنه سيزيد الأمر تعقيداً مع إسرارهم على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة بعيداً عن كل الحسابات الضيقة لا بد للمواطنين أن يداووا في المستشفيات لا بد من المفاوضة أيضاً مع الأطباء المقيمين المفاوضة والجلوس لدورة الحوار هي الأساس أما الخطاب التخويفي بالتسريح والفصل هذا لن يزيد الوضع إلا تعقيداً ليس هو الحل هي إذن مرحلة شد وجذب بين وصاية لا يشير خطابها إلى نية التهدئة من جهة وبين نقابات تدعو إلى الحوار دون إقاف الإضراب من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر